السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ويمس كرامتهم لابد ان نحافظ على كرامة الاخد الفقير نحافظ على كرامته نعطوها لنقول يا درمشي ديالي هذا ديالك انا غمسخر ربي سبحانه وتعالى هو والدي فرض علينا هذا الامر فلك الانسان ربما يخاف على نفسه هذا الامر دي الرياء ممكن ان يزند توزيعها الى غيره كانوا الناس في العادة الاسلام الاول كان ينظم صندوق البيت المال فكان الناس يأتون باموالهم الى صندوق بيت المال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلف صحابة باش يوزعها على الفقراء والمساكين في زماننا هذا لطالما كان هناك مطالب على صعيد البرلمان وغيرها ان تكون هناك صندوق زكاة لكن يبدو ان الامر ترك للتوافق ديالناس فيما بينهم فالمغاربة كانوا يسندونها الى ائمة المساجد غالبا الانسان التاجر كيمشي الامام ديالجامع او الفقه ديالجامع او الخاطب ديالجامع اذا لمس فيه الصدق ولمس فيه الامانة يقول لي هذا مال الله جئت به الى بيت الله يعطيه لمن يستحقه وكانوا الناس يخصدوا الفقه ديالجامع وكي هو كيشوف عينه ميزانه الحومة اللي كيسكن فيها عارف الناس الفقراء والمساكين وكيعطيها لهم بكل اريحية وهو يخاف من الله لان هناك الرقابة الالهية ممكن ان تعطى لبعض الجمعيات الاحسانية هناك جمعيات الاحسانية عندها ضوابيط وعندها شروط معروفة كتقوم باعمال الخدمات ممكن اما كتحفر الابار اما كتبني المدارس اما كتعاون النساء المعنفات اما كتطيل الايتام الفقراء اما الاطفال المتخلة عنهم اما المرضى اللي عندهم امراض خطيرة مزمنة كي ينجمعيات كثيرة في كل مكان نتحرى لفيها الصدق في الامانة وهكذا تعطى لهم هذه الزكاة اي والاحباب الكرام فيها واحد الفضل عظيم جدا ان الانسان كيشعر بالسعادة لان اكتشف علماء النفس والتربية وعلماء الاجتماع بان السعادة السريعة من اراد ان يحصل عليها لا تحصل بالاخذ وانما السعادة تحصل بالعطاء لما تعطي تشعر بالسعادة كتشعر بواحد النوم عميق ومرتاح لما تدخل الفرحة والسرور على قلوب الفقراء والمساكين هذه الزكاة ايضا قد خلقوا واحد النوع من التكافل الاجتماعي الناس في المجتمع كيعدوا متحابين كيعدوا الفقراء كيدعيوا للاغنياء بالمزيد من النجاح والفلاح والعطاء بخلاف ربما الافكار الاخرى مثل الفكر الشيوعي مثلا معروف انه يكره الاغنياء الفكر الشيوعي ثوي ويميلوا الى الدماء اللو الأحمر وكيقول بان الاغنياء هم سبب تفقير الفقراء هم الذين اكلوا تروة البلاد هم الذين عندهم الليبرالية المتوحشة ويدعون عليهم بالسوء ويتمنون كسادهم لكن في الاسلام العكس في الاسلام كيقول لنا بان الاغنياء ربي جعلهم كذلك اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وجعلنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون هو اللي قاموا لنا عز وجل وربي شرف هذه الاغنية ملكي والسوء على الفقراء فالفقراء كلما زاد الغني غينا راككونوا والربح لانه غدي اعطيه من مال الزكاة وربي غدي باركليه فيدعو له بالرحمة والمغفرة والتواب ويوم القيامة غدي القول الاجر والتواب اعظم واكرم حينما يدخل العبد المؤمن على عتبات باب الجنة فيجد جبال كبيرة كمكة وثهام من الحسنات فيقول هذه لك يقول يا ربي انا كثير يقول اعطيت مالا قليلا فنميته لك وربيته لك فصار على هذا القدر العظيم الجليل هذه فرصة ايه الاحب الكرام اننا نخرج زكاة اموالنا نبحث عن الفقراء نبحث عن المساكين ليبارك لنا الله تعالى وقد وعدنا بان ما نقص مال من زكاة المال لما تعطي هو لا ينقص اتنان لا ينقصا اذا اعطيتها منهما الاول العلم العلم كل ما اعطيت منه زاد والصدقات والزكاوات كل ما اعطيت منها زادت وربنا يبارك في الجميع اسأل الله تعالى ان يتقبل من الجميع وان يغنينا من فضله وان يديم علينا سنة التراحم والتكافل والتضامن ونسأل الله تعالى ان يمطرنا امطر الخير اللهم اسقى عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقنا الغيت ولا تجعلنا من القانطين اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا اللهم اغيتنا انطلبوا الله تعالى الامطار لان الامطار تتكون موقفة بسبب ان الناس يقفون التراحم فيما بينهم وحينما يكون تراحم بين الناس وحينما يعطي الناس زكاة اموالهم وحينما يوسع الغني مننا عن الفقير فان الله تعالى يباهي بين الملائك في السماء وبالتالي يعطينا الامطار في ابانها وفي المكان المناسب لها وبالكمية المطلوبة وان شاء الله تعالى ربنا الكريم اللطيف بعباده يكرمنا ويكرم جميع المسلمين والمسلمات اللهم امين اللهم امين اللهم امين والحمد لله رب العالمين قد يقول قائل انا اخرج الضريبة انا كان اخرج الضريبة على الاموال ديالي وعند تجارة وعند فلاحة وكان ادى الدولة الضريبة فلماذا تفرض علي الزكاة الجواب لقال العلماء هو ان هناك فرق كبير ما بين الزكاة وما بين النظام الضريبي النظام الضريبي هو حق الدولة اما النظام الزكاة هو حق الله فالدولة لكي تقوم اركانها لا بد لها من مداخل لانها عندها الجيش تحفظ به الامن العام للبلد وعندها الامن الوطني تحفظ به الامن الداخلي وعندها قطع التعليم العمومي والصحة العمومية وعندها مجموعة كبيرة من القطاعات لا بد ان تغطي نفقتها فتأخذ الضرائب لكي تحافظ على نظام الدولة في القضاء في التعمير في الاوقاف الشؤون الاسلامية مجموعة قطاعات الدولة تقوم بها حكومة برلمانات مجالس من اين تقدم لهم الاجور والاتعاب والتعويضات من مالي الضرائب فالنظام الضريبي هو خاص بالدولة حق الدولة اما النظام للزكاة هذا حق الله حق الله يعطى للفقراء والمساكين هؤلاء لهما يضعفا ومحتاجين الغني هو يبحث عنهم بخلاف الضريبة الضريبة ربما يأتي اليك جاب الضرائب والناس غالبا يكرهونه لانه كدروا وسائل الاختفاء عنه في حين ان الزكاة انت تأتي بنفسك وتبحث عن الفقير وتضق بيته وتقول خذ هذه الزكاة هل هل نبديها ام نخفيها العلماء قال لك الزكاة نخفيها لماذا قالوا لان حتى لا يقع الرياء رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شمالهما انفقت يمينه نديروها مستورة بعض العلماء قال لك لا نديروها نديروها علانية لان الفرائد ينبغي فيها الاعلام الصلاة ربك يقول حيا على الصلاة حيا على الفلاح الناس يخرجون الصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذن البيع الناس يبسوا الجلباب الابيض يخرجون الجمعة الفرائد فيها الاضهار الجهاد كذلك يا خيل الله هل امي الاضهار في الحج وادن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل ضامير نقلم لبسوا الابس للإحرام الابيض ورفع صوتك بالتلبية لبيك اللهم لبيك الاضهار فقال العلماء الفرائد لابد ان يكون فيها الاضهار ومنها الزكا يكون فيها الاضهار ايضا تنافس واحتويك تحفزه على اخراجها لكن شريطة ان يكون الاخلاص لا يكون الرياء السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله